قبل أسبوعين من موعد الدعاية للانتخابات التشريعية المقرارة في أيار المقبل لا يزال تساؤل الشائع بين الفلسطينيين يدور حول احتمالات التأجيل بسبب مواقف الاحتلال الإسرائيلي والمواقف الدولية من إجرائها في القدس فالاحتلال لم يرد بعد على طلب الفلسطينيين بتسهيل مهمة مشاركة المقدسيين في اختيار ممثليهم في المجلس التشريعية هل ستجري الانتخابات أم تؤجل؟ احتمالان قائمان بالتساوي على صعيد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية القيادة الفلسطينية تكثف اتصالاتها الدولية لضمان السير في الاستحقاق وفق الجدول الزمني إذ ستبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية بعد أقل من أسبوعين وكذلك لضمان كفية الاحتلال عن عرقلة الانتخابات في مدينة القدس الحديث عن التأجيل يربطه بعض المراقبين بالحصول على ضوء أخضر من واشنطن بشأنه رغم أن الرئيس محمود عباس أكد تصميمه على إجراء الانتخابات في موعدها خلال ترأسه لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الليلة الماضية مصممون على إجراء هذه الانتخابات في موعدها وفي كل الأماكن الفلسطينية التي تعودنا أن نجريها فيها وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهذا الموضوع لا تغيير ولا تبديل به ونرفض بالنسبة للقدس إلا أن تكون الانتخابات والترشيحات في مدينة القدس في الكواليس حديث يجري عن سبب آخر للتأجيل إلى جانب السبب المقدسي وهو التشتت الذي تعاني منه حركة فتح من حيث عدد القوائم التي تمثلها ورغم ذلك يتمسك سياسيون في الحركة بضرورة إثبات الحق الفلسطيني في القدس من خلال مظلة الانتخابات أنا برأيي هذا التململ الموجود وحالة انعدام الثقة بكيف ستصير الأمور أمر مقلق للغاية هناك رغبة جامحة عند المواطن الفلسطيني به عقد هذه الانتخابات وهذا كان جليب في نسبة التسجيل للناخبين مسؤولية الجميع قوائم ونخب سياسية ولعب سياسيين هو ضمان عقد الانتخابات في موعدها المحدد وضمان أن تكون هذه الانتخابات وعقدها معركة سياسية للانتصار للأرض الفلسطينية وعدم التسليم بالأجندة الإسرائيلية التي تريد أن تبتلع الأرض وتطرر الإنسان عدة عوامل لا يمكن التقليل منها تدفع نحو تأجيل الانتخابات التشريعية على خلفية القوائم المتعددة لحركة فتح والكورونا والقدس لكن في المقابل يرى محللون بأنه لا يمكن التقليل أيضا من الأسباب التي تدعو لانعقاد الانتخابات في موعدها وأهمها أن عدم الانعقاد سيجعل السلطة الوطنية في وضع حرج أمام شعبها وكذلك أمام الداعمين لها خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يصر على عقد الانتخابات في موعدها من مدينة رمالة المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا